أطلقت السعودية أول مشروع وطني لتقييم العاملين في مجال التربية والتعليم في المملكة ويهدف المشروع الذي يتكون من عدة مراحل إلى اختبار كفاءة جميع العاملين في التعليم العام في السعودية ورفع جودة التعليم التقرير التالي يعطينا التفاصيل مشاريع تطلق مليارات ترصد للنهوض بالقطاع التعليمي في السعودية لم تساهم في الحد من التعقيدات التي يواجهها هذا القطاع الذي يستحوذ على نسبة عالية من ميزانية الدولة إذ أن ميزانية التعليم بمختلف قطاعاته بلغت هذا العام نحو 56 مليار دولار أي نحو 24% من ميزانية الدولة بالإضافة إلى خطة خمسية بأكثر من 21 مليار دولار فيما بلغ حجم الميزانيات التي رصدت للقطاع خلال العوام الماضية تريليون ريال أي نحو 270 مليار دولار فالتحديات التي تواجهها المملكة للنهوض بالمنظومة التعليمية والواقع التربوي عديدة بدءا من بناء المعايير الخاصة بمناهج التعليم العام والتي تلعب دورا هاما في حياة الناس باعتبارها الوسيلة التي تساهم في بناء وتشكيل شخصية الفرد وليس انتهاءا بتطوير إجراءات الاختبارات المؤحدة واختبار الكفاءة الذي يخضع له جميع العاملين في التعليم العام وبناء نظام متطلبات اعتماد وترخيص المعلمين مرورا بتقييم أداء المدارس العامة والأهلية على حد سواء فضلا عن عدم وجود صناعة قوية للتعليم في السعودية وندرة شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التعليم والتي يمكن أن تعمل ذراع مساعدة للعملية التطويرية للتعليم إصرار المملكة على الدفع قدما بالتعليم يحتاج إلى بذل جهود حقيقية وفاعلة خاصة وإن المملكة تملك أحد أكبر تجمعات الشباب في العالم وإن نحو 58% من سكانها تحت سن 25 عاما الأمر الذي يجعل المملكة أمام مسؤولية تطوير مخرجات التعليم لإعداد شباب مؤهل للمساهمة في بناء البلاد والمشروع الأول من نوعه الذي أطلقته المملكة لتقييم العاملين في مجال التربية والتعليم يعد بادرة أمل لتحقيق ما تصب إليه السعودية وأن ارتفعت بعض الأصوات المشككة في نجاح هذا المشروع نور العنبقي سي أن بي سي عربية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من الرياض نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام في السعودية الدكتور صالح الشمراني مرحبا بك دكتور صالح أهلا وسهلا الله أحييك أهلا بك لنتحدث عن هذه الهيئة وما هي المهمات المنوطة بها كيف سيتم تشكيلها نعم هيئة تقويم التعليم العام هيئة حكومية تم قرار تنظيمها بالعام الماضي في 22-4-34 وبدأت مزاولة أعمالها من منتصف شهر 11 بتعيين مع المحافظة الدكتور نايف الرومي وأوكل لها مجموعة من المهام لتحقيق هدفين أساسيين الهدف الأول هو رفع جود التعليم في المملكة العربية السعودية والهدف الثاني المساهمة مع بقية القطاعات الحكومية والخاصة الخاصة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية في المملكة صدر في التنظيم مجموعة من المهام وعدد من المهام من أهمها هو بناء نظام للتقويم التعليم العام بجميع عناصره على مستوى المؤسسات والبرامج وكذلك العنشطة ونقص بذلك تقويم الأداء المؤسسي تقويم أداء المدرسة تقويم أداء الطلاب تقويم أداء المعلمين وجميع العاملين بالمدرسة الهيئة الإدارية والإرشاد الطلابي بالإضافة إلى مهمة أخرى وهي إعداد معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية يعني من الصلاحيات المنوطة بها من الممكن أن تتدخل أيضا في المناهج أو في تغييرها؟ بل هي مهمة رسمية ومهمة أساسية إعداد معايير مناهج التعليم العام ماذا يجب أن يتعلم الطالب في الصفوف المختلفة في المرحلة التعليم العام وهي مهمة رسمية وأساسية وبدأت الهيئة في مزاورة هذه المهمة بالإضافة إلى مهم أخرى إعداد الإطار الوطني الموهلات أو الموهلات الوطنية لعملية بناء الجسور بين قطاعات تعليم المختلفة في المملكة سواء تعليم عالي أو التدريب والتقني والفني والتعليم العام طيب ما الذي تريد لماذا تم التوجه إلى إنشاء مثل هذه الهيئة ما الذي رأته أجهات المسؤولة ربما في النظام التعليمي الحالي يستوجب مراقبة متواصلة نعم النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية يعني مشابه لبقية الأنظمة الدول العالم وإن كان يختلف في الأداء ولكن في كل مرحلة من المرحلة يحتاج إلى مراجع وتطوير فكانت النقاط الرئيسية التي بحثت قبل أربع أو خمس سنوات في إيجاد مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا لتقويم التعليم وأداء وزارة تربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بهدف تطوير النظام التعليمي وكان هذا جزء من الدعم الذي تلقاه التعليم في عهد خادم الحارمين الشريفين من ناحية كان هناك دعم لوزارة التربية في مشروع عملك عبدالله وكان هناك أيضا دعم مؤخرا لوزارة التربية في مشروع عملك عبدالله وأيضا تمت الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم بمراحل مختلفة في التعليم العام وأسند لها مهام إضافية مثل معايير المناهج والإطار الوطني المؤهدات أيضا فيما يتعلق بالمقرارات الدينية دكتور صالح لأنه واضح كنا نسمع أنه في بعض من ربما مدرسين التربية الدينية كانوا يبالغون أو كانوا إلى حد ما يتجاوزون بعض الحدود هل ستتم أيضا مراجعة وتحديد مسؤوليات المدرسين في هذه المادة تحديدا؟ نعم المملكة العربية السعودية هو بلد إسلامي وينطلق في جميع تعليمه ومشاريعه من ثوابت دينية لا يمكن تغييرها وفي نفس الوقت يسعى إلى أن تكون هذه الثوابت الدينية سليمة ووسطية وتسمح بتطبيق التعليم الإسلامية كما ينبغي مسؤولية الهيئة هي النظر في مناهج التربية إسلامية كضمن مجموعة أو منظومة المناهج في التعليم العام مسؤولية الممارسات داخل الميدان وداخل الصفوف هي تعود إلى وزارة التربية والتعليم لكن الهيئة مسؤولة عن إعداد المعايير ماذا يجب أن يتعلم الطالب في التعليم العام ضمن منظومة المناهج في التعليم العام أشكرك فعلا على كل هذه المعلومات دكتور صالح الشمراني أشكرك على وجودك معنا في برنامج السعودية في أسبوع